دعا رئيس عبدالفتاح السيسي لاستبدال زراعات شديدة لاستهلاك للمياه بزراعات مماثلة تستخدم مياها أقل دعيا في الوقت نفسه لاستخدام أوسع لنظم الري الحديثة جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات التلموية بجنوب الوادي طب الأراضي اللي بتتري بالري بالغمر من غير نظم ري حديثة احنا هنا مكلفين فلوس كتير قوي طب ليه؟ عشان محاولين ان احنا بيبقى ان احنا بنزرع الاراضي ديت يبقى من الاول كده نحط كل النظم اللي تخلينا نستخدم اقل حجم من المياه في الانتاج طب ماهو مكن انا اسف اقول يعني بال11 مليون متر مياه في اليوم دول يكون في الدلتا بيتزارع بيوم اقل من كدر اقل من الكمية ديت لانه نظم ري مش كلها حديثة اذا مرة تانية واحنا بنتكلم على اجراء في الزراعة اللي احنا بنتكلم فيه احنا بنتكلم على اربعة مليون فدان كتير حيسأل الماء دي جايبينها منين فبنقوله بنجابها من الابار وانه النهاردة لما كان اللي هو توفيق بيتكلم على عندنا لا احنا بنتكلم على طبيعة ارض وطبيعة ماء